عندنا تقرير حول زيارة يوسف بالمهدي وزير شؤون دنيا والأوقاف إلى ولاية الصطيف اليوم رقم وتصريح يثيران لانتباه قال الوزير أن الجزيرة تحتل المراتب الأولى في المسابقات الدولية للقرآن الحمد لله حجم لحى أنا قريتها اليوم في الصحافة في وسط الأخبار المحبطة والكائبة عالميا ودوليا ومحليا خبر ممتاز أن نال أوائل في مسابقات القرآن وشعل عددنا عدد التلاميذ في المدارس القرآنية حوالي مليون تلميد وتلميدة تقريبا 900 ألف يزيد عددهم في الصيف ما دامت العائلات الجزائرية تبعت أبناءها للدراسة في الكتاتيبي والمدارس القرآنية فالجزائر بخير والإسلام بخير في هذا البلد فقال يوسف بالمهدي أن الجزائر حصلت على 64 جائزة دولية 64 جائزة دولية في حفظ وترتيل القرآن توجت فيها بالمراتب الثلاثة الأولى من بين 21 مسابقة دولية تحصلت فيها على المرتبة الأولى و20 مسابقة نالت فيها المرتبة الثانية ترجمة نانسي قنقر